السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أحباب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات لنتابعها حياكم الله على مقربة من حذر شديد بازدياد تحركات السفيرة الأمريكية بأشؤون الداخلية للبلد اليوم تعاود الولايات المتحدة الولوج في خضم الشؤون الخاصة للعراق من خلال زيارة السفيرة الأمريكية لعدد من الشخصيات السياسية لم تكن هذه الزيارة الأولى التي عملت عليها السفارة الأمريكية من خلال تحريك ماكنتها المتواجدة في العراق بل كانت هناك عدة مع شيوخ العشائر سابقاً الوزراء النواب حتى وصلت مراحل اليوم مناقشة الفصول التشريعية لمجلس النواب بالتالي هذه التحركات تجعل الأوساط الشعبية والسياسية تضع الاستفهامات حول الأهداف التي ترومها أمريكا من خلال هذه اللقاءات والمناقشات مع المتنفذين في السلطة في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة بصورة محاولة لفت الانتباه هكذا يبدو نشاط تنظيم داعش الإرهابي عبر سلسل من الهجمات التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد تشتذ حالياً مؤشراتها عند الديالة والطارمية هاي تطورات تتنامى من خلالها مخاوف مع صيغة العمل اللي تتبعها هذه المجموعات فرق تشتت الجهد وتربك الوضع غير أنها لم يكن لها أو لم يكتب لها النجاح العمليات النوعية اللي تقوم بها القوات الأمنية عبر مراصدها الاستباقية كسرت شوكة التنظيم في الصحراء والقصبات هاي ملفات رح نتابع حظم الحصادنا لهذه الليلة ندعوكم للتفضل بمرافقتنا ومتابعتنا حتى ناقشها مع ضيوفنا الكرام بكل لقاء مع السفيرة الأمريكية ويشخصيات سياسية تشتع المواقع التواصل بسيل من إبداء الرفض المخاوف إزاءها وبالرغم من استخدام أمريكا عدة أساليب لفرض السيطرة لكن الحكومة العراقية أظهرت صلابتها وقدرتها على إبعادها لكن اليوم السفيرة الأمريكية بتعديها المهام الدبلوماسية الحقيقية لابد أن توضع أمامها النقاط التي لا يمكن عبورها مهما كانت الأجواء داخل البلد نفتح هذا الملف مشاهدي الأحب والناقشة ويضيوفنا لكن بعد أن نتابع التقرير اللي أعدت أن الزميل أنه الشمري تعود واشنطن عبر سفرتها في العراق لتفعيل خطواتها التي وصفت بالاستفزازية من خلال لقاءات مع الوزراء والنواب وشخصيات سياسية عراقية زيارات يشار إليها بالشبهة والمخاوف التي تحملها فهذا السلوك المريب الذي تنتهجه الولايات المتحدة من خلال أدواتها داخل البلد يرى المراقبون وراءها مقاصد لإدخال العراق تحت سيطرتها وعدم استقلاله خصوصا في المرحلة الراهنة إلينا رومانسكي شخصية مثيرة للجدل والسخط بين الأوساط السياسية والشعبية الرافضة لتحركاتها التي خالفت بها الأعراف الدبلماسية السائدة إذا ما علمنا أن لها ارتباطا وثيقا بالكيان الصهيوني ومخابراته إضافة لكونها خبيرة في قضايا الأمن والتجسس ومن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأمر الذي يثير الاستفهامات حول تحركاتها التي لا تخضع للقوانين الدولية مراقبون يحملون وزارة الخارجية مسؤولية تحركاتها التي يجب أن تخضع لعدة اعتبارات وأطر قانونية وتحجيم دورها في المهام الدبلماسية المناطة لها والتحذيرات تتوالى من جر العراق إلى التطبيع أولا ومن ثم إلى خضوعه للإرادات الأمريكية ثانيا نهى الشمري الأيام الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بك أستاذ هيتم وكذلك أستاذ هيتم والسياسي المستقل حياكم الله ضيوفا كرام أستاذ هيتم نتحدث عن النقاط التي تتخذها السفيرة الأمريكية في العراق عندها نشاط مكثف تجري هذا النشاط لفت أنظار حتى الرأي العام غير أنه لم يكن ملفتا للجهات المعنية نتساءل هل أن هذا النشاط لم تشعر به الجهات المعنية أم أن التغاضي عنه كان هو السمة ابتداء أن أرحب بكم وضيفك الكريم أستاذ عمر وبجمهورك الكريم حياك الله الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية دائبت في كل علاقات الدولية خصوصا مع دول الشرق الأوسط أن تعتبر السفير هو مثل حاكم للبيض الذي يتواجد به وديه شخاف ومعافي ومعظم النشاطات الموجودة حاليا لتفاوت هذا حسب قوة الدولة أو ضعفها المشكلة أنه لا بد أن يكون لدينا أمن سياسي يضبط حركة السفراء والسلك الدبلوماسي أمن دبلوماسي عفوا يضبط حركة السفراء والسلك الدبلوماسي الأجنبي في داخل البلد ولقاءاته سواء مع شخصيات سياسية أو أمنية أو صناعة رأي أو جماعات ضغطة مثل العشاء وغيرها الحركات المريبة للسفير الأمريكية تحاول أن تفر وجودها في مختلف طبقات سواء كان لقاءاته مع شخصيات سياسية وتدخلها بشأن السياسي أو لقاءاته مع شخصيات عشائرية ممكن أن توثر في الشارع العراقي وبالتالي لا بد أن تكون هناك حدود لهذه الحركة لا بد أن تكون هناك التفاتة من قبل الحكومة العراقية لهذه الحركات كانت هذه الاتفاتة منذ البداية ومنعت هذه الزيارات إلا بتنسيق دبلوماسي عبر وزارة الخارجية ولكن هل كانت مقصودة السفير الأمريكية بهذا الإجراء ولماذا لم يتم العمل به الحقيقة الولايات المتحدة حتى في كل القوانين الدولية لا تلتزم بهذه القوانين وتعتبر نفسها فوق القانون هذا خروج عن اللياقات الدبلوماسية وأنا ذكرت أنه لا بد أن يكون هناك تصارف من قبل الحكومة سواء من وزارة الخارجية أن يتم استدعاء الأشخاص التي تلتقوا بهم أن يتم تنبيه السفير الأمريكي على هذه اللقاءات هذا الأمر غير مستساف في العلاقات الدولية خصوصا إذا كان السلك الدبلوماسي لديه نشاط أمني كما أثبت التجربة سابقا في العراق بأن السفارة الأمريكية لها أدوار أكثر من أدوار دبلوماسية وخلفية السفيرة أيضا وعملها الأمني يحتم على الحكومة العراقية أن تكون ملتفتة لهذه النقطة أستاذ عمر جلت الترحاب حضرتك نتحدث عن الزيارات التي انتقلت من الوزارات والدوائر الرسمية إلى مقار الأحزاب يعني بدت بشاي وقهوة ستنتهي بالمسقوف تحية مسائية لجنابك الكريم أستاذ أحمد وأستاذ هيثم المحترم يعني اللي يطلع على تحركات السفيرة الأمريكية ويقارنها مع بقية السفراء الآخرين أو السابقين ابتداء من عام 2019 أو 2018 من عندما كان هنا يعني السفير الأمريكي جون هود أو لحقه هو السفير الآخر اللي هو ماثيو تولار ثم جاءت إلى العراق السيدة لينا رومانسكي سنجد بأن هذه السفيرة هي أكثر السفراء التي قامت بجولات مكوكية ما بين هذه الفترة التي تسنمت بها وهي أنا أعتقد بأنها فترة قصيرة قياسا بكثافة الزيارات التي ذهبت إليها هي كثيرة جدا مقارنة بالفترة القصيرة التي تسنمت بها هذا المنصب أعتقد أن هناك ضوابط وهناك معايير ينبغي أن تذهب إليها السفيرة الأمريكية وأعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون هناك ضبط لإعدادات أو إيقاع التحركات الدبلوماسية وبنفس الوقت تجد بأن الأضواء هي تسلط على السفيرة الأمريكية أكثر من أي سفير آخر إذا أردنا المقارنة وقلنا هل يحق للسفير العراقي في واشنطن بأن يقوم بمثل هذه التحركات هناك على غرار ما تقوم به السفيرة الأمريكية وهل سوف تعتقد أن الإدارة الأمريكية بأن تحركات السفير العراقي هي منطقية إذا كان هناك أي ذهاب له واللقاء بأحزاب السياسية الموجودة في أمريكا أو بمجموعة الضغط الموجودين هناك أو بمنظمات المجتمع المدني أو النقابات المهنية والاتحادات وحتى الرجال الأعمال هل يكون هذا الشيء مسموح؟ نحن للأسف شديد بحاجة لأن يكون لدينا نوع من الوضوح في عمل السلك الدبلوماسي وأن يكون هناك جدية بالتعامل مع حركة السفراء وبنفس الوقت أن تكون السفيرة الأمريكية أن تعرف حدودها بالتحرك في الداخل العراقي لكن أعتقد أننا سنكون بإحراج في حال لم يكن هناك تطبيق فعلي لهذه التحركات أو ضبط لهذه التحركات لأنه اليوم الشارع يرى بأن مثل هذا الشيء ربما يثير حفيظة بعض الجهات السياسية أو بعض الجهات الشعبية على اعتبار بأن الأمريكان هم ما زالوا لديهم صفة الاحتلال على الرغم من أن الاتفاقية الإطار الاستراتيجية التي وقعت عام 2008-2009 هي تقضي بأن يكون هناك تعاون مشترك ما بين العراق والولايات المتحدة وأن يكون لولايات المتحدة دور كبير في حفظ السيادة العراقية التي للأسف أعتقد بأنها هي أول من خرقت السيادة العراقية بحادثة المطار وغضت الطرف عن بقية الحوادث الأخرى من قبل تركيا وإيران طيب أستاذ هيثم يشير ضيف الكريم سيد الناصر إلى عدة مفاهيم من ضمنها المفاهيم الدبلوماسية نتحدث هنا بموجب القوانين الناظمة لعمل وتحركات السفرات وعد هذه الأعمال منافية للسلوك الدبلوماسي اللي أشار للأستاذ عمر ولكن هناك أيضا مطالب بفتح التحقيق لم تأخذ مجراها لحد هذه اللحظة لما تكون هناك توجيهات حكومية قوانين ناظمة ولم يؤخذ بها على من تقع المسؤولية في هكذا حاله طبعا أعتقد أنه لابد أن تكون هناك رعاية للعافة والقوانين الدبلوماسية أنا ذكرت أنه لابد أن يفعل الأمن الدبلوماسي وأن يكون هناك تنسيق بين السلطة التنفيذية ووزارة الخارجية تحديدا والأمن الدبلوماسي لمتابعة نشاط السفرات وتنبيه السفرات على التزام باللياقات الدبلوماسية وفي حال تكرر الأمر لابد أن تكون هناك إجراءات حكومية بعض الدول عندما تشك بنشاطات بعض الدبلوماسيين لديها تعبع رغبتها بمغادرتهم للبلد وأنه تمهم لهم وقت معين من أجل المغادرة نحن لا نقول أنه على الحكومة أن تبادر لهذه الإجراءات ولكن لابد أن تكون هناك إجراءة من وزارة الخارجية تنبيه السفيرة وتفعيل الأمن الدبلوماسي تنبيه موضوع اللقاء بشخصيات سياسية حزبية أو حتى بعض الفعاليات الشعبية لابد أن تكون ضبط لحركة الدبلوماسيين في داخل العراق لأن هذا أمس بأمن البلد وبسيادته وعادة الأجهزة الأمنية تعمل تحت غطاء الدبلوماسية فكل الدول التي تستضيب دبلوماسيين تراقب حركتهم بشكل حساس جدا هنا أيضا لما يكون هذه المراقبة أستاذ عمر مقابلها أكوة أمور تثير الغرابة والدهشة المشكلة أن هذه التحركات تنشط في الأوضاع الهشة الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها العراق تتحول السفيرة ليس فقط إلى الوزارات والنواب بل تصل حتى إلى مقار الأحزاب وارتبطت بظروف يمر بها البلد بين الحين والآخر كيف نقرأ المشهد فيها كذا حالا؟ يعني في الحقيقة هذه نقطة جدا مهمة أنا لا أسجل اللوم على السفيرة بل أسجل اللوم على الجهات التي تقوم باستقبالها وأسجل اللوم على الأحزاب السياسية أو الوزارات أو إلى آخره كيف ولماذا لم تكن هناك شفافية؟ لماذا لم يكن هناك دور كبير للحكومة العراقية من أجل أن تأخذ بزمام المبادرة وتذهب باتجاه أن تطلب من السفارة الأمريكية لتوضيح سبب هذه التحركات؟ هل إذا كانت هذه التحركات هي من أجل دعم الحكومة العراقية على سبيل المثال أو دعم المؤسسات ودعم منظمات المجتمع المدني فينبغي أن تتحلى أن تكون الشفافية هي الخيط الفاصل ما بين الخطأ والصواب وما بين الشك واليقين إذن نحن بحاجة إلى أن لا تكون هناك بعثر الأوراق في ظل هذا الوضع الأمني الذي هو حساس للغاية ونحن نرى بأن هناك أزمة عالمية وهناك صراع على منطقة الشرق الأوسط والعراق هو يعتبر جزء من هذه نقطة التوازن في هذه المنطقة نحن لسنا بحاجة أن تختلط الأوراق مرة ثانية نحن في طريقنا إلى أن يكون الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في أولى بداياته ومثل هذه التحركات باعتقاد هي ربما سوف تربك القرار السياسي الداخلي في العراق طيب هل أن زعزعات الوضع الاقتصادي والأمني مرتهن بهكذا زيارات أستاذ هيثم لما تكون هناك عدة لقاءات للسفيرة مع الوزراء والجهات السياسية وجنابكم شخصتوا بأن هذا يعد خرقا كبير هل هناك من اتهام بزعزعة الوضعين الأمني والاقتصادي ونحن نرى تدهور الوضع الاقتصادي بدأ واضحا على المشهد الحقيقة أنا أعتقد أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة في هذه الفترة أن يكون هناك أغباك في الملف الأمني خصوصا في منطقة ممارات الطاقة ومصادر الطاقة ومع حاجة العالم والأسواق العالمية سواء في أوروبا أو نفس الولايات المتحدة الأمريكية أسعار البنزين في الداخل وصعود أسعار الوقود الذي يؤثر على سراسة التوريد الداخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن موضوع أغباك الوضع الاقتصادي أنا أعتقد أنه ضغط اقتصادي والاتصال ببعض الشخصيات والأحزاب ومن أجل إيجاد نقاط ضغط لمحاولة تكييف الصانع القرار السياسي العراقي وجعله في طار أو في سياقات المنهج المرسوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال بهذه الفعاليات من أحزاب من شخصيات من بعض الوزارات وحتى الأموال التي قدمت قبل فترة منظمات المجتمع المدني تهيئ لأنه توجد أوراق ضغط على صانع العراق السياسي سواء في الملف الاقتصادي وإذا اضطر الوضع في الجانب الأمني بإغباك الشارع العراقي أعتقد هذا التأسيس هو تأسيس غير صحيح تأسيس يهدد الأمن القوم العراقي تأسيس يهدد السلم المجتمع العراقي لا بد أن يكون هناك انتباه من صانع القارة العراقي من السلطات التنفيذية والتنبيه السفيرة على هذه الحركات طيب هل من الممكن أن تقوم السلطات العراقية أستاذ عمر بتنبيه الجانب الأمريكي بأن هذه التحركات بدت مشبوهة وبالتالي تطلب الجهات العراقية الرسمية متمثلة بوزارة الخارجية بمتمثلة بالحكومة بتغيير السفيرة في العراق يعني أنا ما أعتقد أنه تغيير السفيرة يكون بطلب من الحكومة العراقية أو من قبل الوزارة الخارجية أعتقد أنه احنا اليوم بأمس الحاجة إلى أن يكون لدينا مفاوضين محنكين قادرين على أن يكون لديهم القدرة على التفاوض وعلى النقاشات ومع بقية السفراء وعندما تكون هناك مفاوضات مع أي دولة أعتقد أنه وزارة الخارجية اليوم عليها أن تكون أكثر حرفية في اختيار القائمين على التمثيل الدبلوماسي وأن يكون للعراق هو دور كبير في إعلاء شأن السياسة الخارجية باعتبارها هي الغدة اللنفاوية لجسد الدولة العراقية تغيير السفيرة الأمريكية هو أمر مستبعد لكن التحرك العراقي ينبغي أن يكون هو سريع جدا على الأقل أن يكون هناك صوت مسموع أو نوع من الإعلاء لصوت الخارجية العراقية في هذه المرحلة بالتحديد وأن يكون هناك عدم رضا من قبل الجانب العراقي على تح هذه التحركات التي تثير الريبة كما يصفها الشارع العراقي نحن لسنا بحاجة لأن يكون هناك نوع من التخندق على حساب المصطحة الوطنية وأن نكون أكثر حرفية في التعامل بمثل هذا الملف لأن أي زعزع للأمن والسلم المجتمعي باعتقادي سوف يكون هو بمثابة الديناميت الذي سوف يفجر شرارة لأحداث جديدة ربما سوف تقلل من أو ربما تفقد الثقة تماما بالحكومة العراقية والمطبخ السياسي نعم أستاذ هيثم يركز السيد أمر على عدم زعزعة الأمن والسلم المجتمعيين وهنا راح تفرض عندنا حالة جديدة بأن المرحلة اللي وصل إليها العراق يعني ما تتحمل ولا تحتاج مشاكل إضافية بقدر ما أنه هاي المرحلة تحتاج التهدئة تحتاج تصحيح المسار فرض يعني مسارات ومساقات لم تكن بالسابق موجودة حتى تصل بالعملية السياسية إلى متبنيات جديدة يعني لما يكون هناك تحرك للسفيرة بمسارات مشبوهة كيف نصل إلى ما حددت الحكومة ضمن برنامجها ما يريد البرلمان ضمن نسق السياسي وسط كل هذه التدخلات طبعا أنا أقول أنه الضبط هذه الحركة يتم بمسارين المسار الأول كما تفضل ضيفك الكريم أن يكون هناك مفاوض عراقي بطريقة مبلوماسية يستطيع إفهام السفيرة الأمريكية بأن هذه التحركات يستفزاز للحكومة وانتهات للسيادة العراقية والمسار الآخر هو مسار داخلي بتفعيل القوانية التي تضبط حركة الفعاليات الداخلية سواء كانت حزبية أو الشخصيات السياسية بعدم تجاوز السياقات التي تضعها الحكومة خصوصا في موضوع العلاقات الدبلوماسية لا بد أن تكون هناك قنوات رسمية للتواصل مع الخارج ثم لا أفهم أنا كيف يستطيع حزب يده الوطنية ويحترم نفسه أن يسمح بلقاءات وحضورات مع السفراء خصوصا من لهم نشاط أمني ثم بعد ذلك يحاول أن يطرح برنامج انتخابي يعبر عنه بأنه وطني لا بد أن تكون ضبط لحركة الداخل مع ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بالطريقة الدبلوماسية وضبط الداخل عبر تفعيل القوانين على الشخصيات والفعاليات الحزبية والسياسية طيب أستاذ عمر هنا نتحدث عن تصحيح المسار وأيضا العراق في هذه الفترة أصبح يتصدر المواقع الدولية والاتفاقات العالمية بحكم موقع الجغرافي العملية السياسية التي انتهجت نهجا جديدا في تقديم الخدمات للمواطن أكو مسارات سياسية أيضا تتبع على الحكومة في الداخل والخارج عمل السفارة الأمريكية في هذا الوقت الحساس هل من الممكن أن يكون عمليات نفسية أو ربما أيضا خلق أزمات باعتبار أن الفوضى الخلاقة وغيرها من متبنيات أمريكا تشتغل في وسط كل هذه النجاحات التي تريد الحكومة تحقيقها ومن ثم هناك اتفاقيات لا تروق الولايات المتحدة الأمريكية والأمثلة كثيرة سيمينز وجنرال كترك وغيرها من هذه الاتفاقيات السياسة الأمريكية هي واضحة منذ البداية جاءت في عام 2003 بصفة التحرير ولكن ثم تحول هذا الشيء إلى احتلال ومن ثم بعد ذلك تحولت إلى موضوع نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم بعدها تحولت إلى أن تكون المنطقة هي خالية من الأسلحة المحرمة دوليا كثير من الذراع التي تحججت بها أمريكا في تلك الكترة ولا زالت هي تعمل عليها ولكن على أرض الواقع الحقيقة شيء وما خلف الكواليس هو شيء آخر نحن اليوم أعتقد بأننا بحاجة لأن يكون العراق هو ليس محور من المحاور التي تؤزم الوضع في منطقة الشرق الأوسط ولا يتحمل تداعيات أي دولة بخلافها مع الولايات المتحدة أو حتى مع العراق لا يتحمل التبعات والمشاكل المتجذرة ما بين العربية السعودية وإيران على سبيل المثال أو مع منطقة الخليج إذن نحن اليوم باعتقادي إذا كانت بالفعل الحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية هي بحاجة إلى أن تساعد الحكومة العراقية من الخروج من هذا المأزق وأن يكون للعراق دور كبير في صنع القرار السياسي في المنطقة عليها أن تعمل بجدية وأن تنفذ جميع العهود والمواثيق التي قطعتها منذ عام 2003 عليها أن تذهب لتنقية الأجواء العراقية من أي خرق للسيادة عليها أن تعيد أن تساعد العراق في استرجاع المياه التي قطعتها تركيا على سبيل المثال علينا أن تكون لدينا حدود هذه الحدود هي بمثابة هي الأسياج الاسمنتفولاذي الذي لا يتم اختراقه لكن للأسف الشديد أقول هناك عملية للعب على الأوتار الولايات المتحدة هي تقول شيء وتفعل شيء آخر وهناك صراع يأدى إلى هذا الخلل وعدم تنفيذ الالتزامات التي بعاتق الولايات المتحدة وبسبب وجود التنين الصيني وبداية انتشاره في منطقة الشرق الأوسط هو أحد الأسباب الأساسية التي أدى إلى أن يكون هناك حساسية مفرطة أو تراجع وتنصل للعهود والاتفاقيات التي قطعتها الولايات المتحدة للعراق بخصوص إعادة التنمية نتحدث عن التلاعب بمقدرات الشعب العراقي أستاذ هيثم باعتبار أن الحكومة البرلمان رفع الشعار خدمة المواطن بالتالي لما يكون حراك خارج هذه المصلحة ألا يعد تلاعبا بمقدرات الشعب العراقي؟ لا التلاعب الأكبر في مقدرات الشعب العراقي هو موضوع محاولة تطبيق الإجراءات الاقتصادية بشكل فجائي ودفعي هذا الأمر أعتقد هو ما أثر على حياة المواطن بشكل كبير وهذا الأمر ربما أيضا موضوع رفع سعر صف الدولار بتوصي من منظمات دولية في فترة الحكومة السابقة كان هو نوع من الضغط على الشعب العراقي بالتالي أعتقد أنه الضغط واللعب بالمقدرات يكون فيه الجانب الاقتصادي لكن الحكومة العراقية الحالية ملتفتة لهذا الأمر هي تقيم العلاقات على أساس منفعة متبادلة على أساس علاقات منتجة على أساس استثمارات تحقق المصلحة العراقية وهي إلى الآن استطاعت أن تفلت حتى من مصيدة موضوع تطبيق أوبات وكل إجراءاتها بشكل دفعي من أجل غفع الأسعار وإغباك الداخل العراق أشكرك أشكرا جزيلاً على أستاذ هيثم الخزع ليعضو مركز الهدف التحليل السياسي ثلث الحوار في هذا الملف وتتفضل بمقاع معي الأستاذ عمر الناصر الكاتب والسياسي المستقل كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة كونوا معنا حياكم الله مجدد المشاهدي الأحبة عمليات برية نوعية وضربات جوية وحصيلة ثقيلة بالعدة والعدد الحقتها القوات الأمنية بالعصابات الإرهابية في مدن مختلفة من البلاد غير أن التحذيرات لا تزال متواصلة من الأساليب التي اتبعها التنظيم والتي تقفز في المقدمة منها الفتنة الطائفية خلونا مشاهدي أحبة نفتح هذا الملف والنقشة مع ضيوفنا الأكارم لكن بعد نشاهد تقرير الزميل علي حبيب على خلفية الأحداث الأرهابية الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالة والمناطق الرغوة أطراف العاصمة بغداد رفعت القوات الأمنية من وطيرة الضغط على العصابات الإرهابية عبر عمليات عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية هذه العمليات حققت نتائج ملموسة منذ ساعة صفرها ويعتمد أكمال مراحلها على إدامة زخم الجهد خاصة وأنها تنطلق في مناطق تتسم بتعقيداتها الجغرافية ومع أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمتلك أي سيطرة على الأرض إلا أنه دائما ما يواصل تنفيذ عملياته الجزئية والغادرة مستفيدا من الخلايا المتأهبة التي تنتظر أوامر المباغة سواء مع القوات الأمنية أو المواطنين العزل إلا أنها وبحسب خبراء الأمن غير مؤثرة وتمثل محاولة يائسة لفك الضغط المستمر على فلول الإرهاب المنهزمة نحو الكهوف وأعماق الصحراء والقصبات ومع أن الوضع الأمنية تحت السيطرة إلا أن التحذيرات لا تزال متواصلة في نية التنظيم شن هجمات إرهابية خلال المرحلة المقبلة وبذات السياق الذي يعمل عليه بعد فقدانه السيطرة على المساحة الجغرافية ومعتمدا على إذكاء الفتنة الطائفية غير أن الجهود الأستثنائية حققت تقدما واضحا في مسك المناطق الرغوة أمنيا والتي ظلت لسنوات عدة تشكل تهديدا للنقاط العسكرية والمناطق السكنية علي حبيب الأيام الفضائية ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجدد المشاهدين الأحبة وجد الترحابي بضيفي الكريم أستاذ عمر الناصر الكاتب والسياسي المستقل وكذلك أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني وينضم معي عبر الهاتف أيضا اللواء خالد المحنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أبدأ ما حضرتك دكتور أحمد الشريفي يعني داعش الإرهابي بعد أن خسر المعركة نتحدث عن خطط الجديدة أنه سجلت أمنيا بأنه عمد إلى اللعب على أوراق الفتنة الطائفية وعورة المناطق الجغرافية كيف تنظر إلى هذا التكتيك بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة منذ الإعلان عن النصر على التنظيم قلنا من الضروري جدا أن نكون دقيقين في التعبير أن هذا النصر نصر عسكري والانتصار عسكريا على التنظيم لا يعني زوال التهديد وأن التهديد سيبقى قائم وبدأ التنظيم أخذا بمبدأ الهزيمة تعبويا في الميدان إلى أن يغير من تكتيك إدارة المعركة على اعتبار استراتيجية التنظيم لا زالة ثابتة المتغيرة الذي حصل في تكتيك إدارة المعركة قدرة مسك الأرض الاعتماد على الحواضن السكانية الاستدراج القطعات إلى حرب المدن هذه اختفت بهزيمته عسكريا أمنيا بدأ يعتمد على مبادئ أساسية الأول هو اعتماده على مبدأ كسر الحدود ولكن عبر التسلل هذه واحدة تأمين الموارد المادية والبشرية وإن قل عددها ولكن بالمقابلة القيام بعمليات نوعية عبر التحصن في مناطق توصف أنها معقدة على مستوى الجغرافية العسكرية وهذه السلسلة الجبلية التي هي خط تماس حدودي وتمتد من خط التماس الحدودي تركيا وسوريا وصولا إلى ديالة ومعنى ذلك أننا بحدود الخمسمائة كيلو لا زالت بشكل أو بآخر تؤمن ملاذن جغرافيا للتنظيم قادر على أن يتحرك فيه لسيما أنه يعتمد أسلوب الحرب الشبحية التي يعتمد فيها وسائل الغش والتمويه والاختفاء والتنقل عبر السلسلة الجبلية وصولا إلى خط التماس لحزام الأمن العاصمة وفي تقديرنا نحن دعمل في التخطيط استراتيجي نقول أنه بما أنه التهديد لا زال قائم وإمكانية القيام بعمليات تعرضية ترتقي إلى مستوى القيام بعمليات نوعية فإن التهديد لا زال قائم ما يقتضي أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ للمواجهة والاشتباك تأسيسا على تحسين وسائل أدوات جديدة لتفعيل دور قواعد الاشتباك في المواجهة للتنظيم الآن دخل عدنا سرب T50 وبالحقيقة هذا السرب يعني ما يؤسفه لأنه فقط تقرير بسيط تناول أنه دخل T50 إلى الخدمة هذه طائرة T50 الكورية إلى الخدمة لكنه لم يكن هناك برنامجا واضحا كيف سنستثمر هذه الطائرة المقاتلة التي هي بالحقيقة بكفاءة عالية جدا كيف سنستثمرها في إسكات التهديد وما هو البرنامج أو استراتيجية التي تتبع من قبل المؤسسة العسكرية وفضلا عن إيضاح هذه القضية للرأي العام العراقي حتى نرفع من منسوبة الإطمئنان والتفاؤل للرأي العام العراقي طبعا إعلاميا لم يجري تغطية هذا الأمر ما هي طائرة T50 ما هي كفاءتها كيف ستؤدي مهامها ما هي استراتيجيات المستقبلية التي سيتم اتباعها علما أن هذه الطائرة هي تمثل الخط الأول الذي ممكن أن يصل الطيار إلى طائرة F-16 وهي قريبة من حيث المواصفات الفنية والقتالية جمالية هذه الطائرة أن نستخدمها للتدريب تمهيدا لتحويل طيارين على طائرة F-16 وفي ذات الوقت نستخدمها قتالية بإمكان هذه الطائرة إذا فحناها ببرنامج دقيق واستثمار أمثل ممكن أن نحقق مسكل للجو لإسكاة التهديد في المناطق الجبلية أو في المناطق المفتوحة بالصحراء الغربية وهذه أيضا نضعها أمام السيدة الغادي العام للقوات المسلحة أن يلتفت لهذه المسألة هذه الاستشارة أستاذ عمار التي يتفضل بها الدكتور الشريفي من المشخص أيضا أن خاسرة بغداد نقصد بها الأزمة الأمنية لا تزال الظروف دون مستوى السيطرة والطموح المنشود من قبل القوات الأمنية كي تكون هذه الخواصر الرخوة مساحات قوية وتؤدي الحماية المطلوبة وهنا نشير أيضا إلى نقطة عندما يكون سدل الثغرات يقابل تجاوب سياسي مع ما يصب إليه تنظيم داعش من إشعال فتن طائفية وتعرف أنه هذه الخواصر الرخوة من مكونات معينة يعني هناك نقطة مهمة أود الالتفات أو تصليط الضوء عليها استراتيجية التنظيم هي تعتمد على مبدأ تلوون الحرباء أي بما معنى أن يكون هناك نوع من التخفي أو الانتقال المباشر أو غير المباشر من المناطق التي يفقد السيطرة فيها إلى إيجاد مناطق أخرى هي أكثر مناسبة له من حيث البيئة الرخوة ومن حيث الاحتضان الناقل ومن حيث تعمين عمله وتعمين مصادر التمويل وإلى ما شابه التنظيم يعتمد على مصادر عدل التمويل منها الأتاوات والأخرى هي الولاءات بالإضافة إلى التبرعات إذن هذه الأمور ينبغي الالتفات عليها وتكثيف الجهد الاستخباري وتقليل التقليل من القدرة والتكثيف من المعلومة حتى يكون هناك تجفيف لمنابع الإرهاب من خلال بسط السيطرة على المناطق بشكل كامل ولكن تقول لي هل الانتصار يمكن أن يتحقق فقط بالمجال العسكري والأمني أنا أعتقد بأن الانتصار الأهم هو ينبغي أن يكون من خلال فكر يقابل فكر أي بما معنى هناك استراتيجية للتنظيم تذهب باتجاه التذقيف وهذه تكون بحالة استمرارية وهناك استقطاب من قبل التنظيم لعواطف الناس البسطة الذين هم ربما لديهم حاجات أساسية يقوم لم يحصلوا عليها لذلك تكون هي من هذه الأمور ضرورية جدا في ديمومته للأسف شديد أقول المنطقة التي هي أنا ذكرتها في المقال السابق والدراسة والتحليل الذي قدمتها قبل فترة المثلث الموجود ما بين الخالص والحسينية والدجيل ومنطقة الطهرمية بالتحديد هي تتمتع بمواصفات كثيرة يستغلها التنظيم من أجل ديمومته ومن أجل أن يكون هناك زعزع الوضع الأمني بسبب كثافة الأشجار التي موجودة هناك والتي هي في بعض الأحيان مدى الرؤية لا يكون أكثر من مترين المنطقتين ما بين أستطيع أن أصف هذه المنطقة الطهرمية وبالضبط هي بمنطقة جرف الصخر كلاهما قريبة على المناطق المقدسة ما بين 50 إلى 65 كيلومتر من الكاظمية وكربلا وهذه هي نقطة يستغلها التنظيم من أجل أن يلج لعمق الأهداف النوعية التي يضربها في بعض الأحيان لذلك تكون من مهمة الجهد الاستخباري في بعض الأحيان هي مهمة صعبة في حقيقة الحقيقة هنا دكتور أحمد لما يتفضل أستاذ الناصر بهذه التفاصيل نتحدث أيضا قبالتها بأن داعش الإرهابي وحسب تشخيص حضرتك يعمل بنظام المجموعات الجزئية في عمليات الإرهابية لضمان عدم لفت انتباه القوات الأمنية طيب كيف يمكن تجاوز هذه النقطة وحضرتك أشارت إلى الجهد الجوي والجهد البري نعم وبالحقيقة كيف نجعل هذا الهدف الذي يتحرك وفق فلسفة الحروب الشباحية التي يكون فيها العدو غير منظور كيف نحول هذا غير المنظور إلى منظور عبر الجهد الاستخباري نحتاج بادئ ذيبدي إلى الاهتمام بوسائل إدارة المعركة الأمنية في التعبية العسكرية دائما يكون الجهد الاستخباري جهدا ساندا للجهد التعبوي أما في المعركة الأمنية فالجهد الاستخباري مقدم يعتبر الجهد أصالة ثم بعد ذلك يأتي الجهد التعبوي أي بمعنى أنه تتحول بادئ ذيبدي تحول الهدف من شبح إلى منظور عبر الجهد الاستخباري يعني ذلك إذا أصبح منظورا كيف نؤمن رد فعل قتالي تعبوي لإسكار هذا التهديد قبل وصوله إلى خط التماس سواء كان في استهداف المدنيين أو استهداف قطاعات المشكلة أنه يتحرك في مناطق نصفها بالملاذات وهذه الملاذات التي هي تريد أن توصف خواص الرخوة أو ملاذات تشكل حاضنة جغرافية للتنظيم غير ممسوكة عسكريا أي بمعنى أنه تخلو من الانتشار العسكري وغير منظورة أمنيا أي بمعنى أنه مسألة الرصد والاستبكار غير متاحة وبالتالي يبقى مستثمرا لهذه الأمور في تسلل نسبي حتى يصل إلى خط قريب في خط تماس قريب ليقوم بعملية لدغات سواء كان في تعرض للمدنيين أو القطاعات العسكرية أو تشكيل مقتربات إلى حزام بغداد هذه طبعا يحضر فيها بعدين البعد المعنوي والبعد التعبوي معنويا يقول أن التنظيم لازال فاعل والدليل أنه يشاغل في حزام بغداد وهي العاصمة ومعقل صنع القرار السياسي وتعبويا يقوم بعمليات وفي كثير من الأحيان ينسح بانسحابا منتظما ولكن من الضروري جدا أن نقيم هذه الجماعات هذه الجماعات التي تتحرك بإمكانيات عالية جدا وبأجهزة وتقنيات عالية جدا هي جزء اللي يتجزأ من معادلة الصراع الإقليمي ولاحظوا نحن عندنا الآن نتحدث عن الخواصرة بأخوة نعم لدينا 500 كيلو ممكن أن يتحركوا بها ولكن التعرضات دائما وين تكون كركوك، إديالة، سنجار، القاعم، البوكمال معنى ذلك أن نشاطات هذه التنظيم هي ليست نشاطات انفعالية لتنظيم متطرف يقوم بعمليات انتقامية بقدر ما هو منظمه تتحرك ضمن الصراعات الإقليمية والدولية فإذا يجب أن نقرأ المعادلة قراءة بعمق ونوظف الموارد سياسيا نوظف الموارد أمنيا عسكريا ولكن بالفعل العسكري مثالة رد الفعل بطلوبة نحن عندنا ندرب طيارينا على ما يطلق عليه بالرياكشن رد الفعل رد الفعل كلما كان سريعا للقطعات العسكرية والأمنية معنى ذلك سنستطيع أن نحقق ما يطلق عليه بالعمليات الإجهاضية أعني بالعمليات الإجهاضية هي كشف العملية وضربها قبل أن تنفذ لأنها أنفذت فمعنى ذلك أنه حتى لا جدوة من استياد الهدف لإمكانية تعويضة هم يعملون على تعويض تسلل متاح ومجيء بجماعات ربما تكون كامنة أو متسللة لتعويض الخسائر التي في الميدان وببعض الأحيان نحن نشتبك مع عدار لا تتجاوز الصابع اليد الواحدة فإحنا بالمعادلة بالحقيقة نحتاج إلى جهوزية وإلى يقضى تامة من لدن صانع القرار السياسي على مستوى التنظير والإعداد والتهيئة لإدارة المعركة أي بمعنى الموارد الميدانية لتأخذ مداها في الاشتباك ولكن صناع القرار السياسي يجب أيضا أن يأخذوا مداهم في الحيطة والحذر والقراءة وعندنا نقطة مهمة إحدى سمات شخصية القائد العسكري هي سبق النظر في الأحداث يتنبئ ويتوقع أنه رح يشاغل من المحور أو أن التغيير في التكتيك رح يكون وفق هذه الحالة يتنبئ وعلى أساسها يضع استراتيجيات ردع فإن جاءت متناسبة وما يفكر به العدو فمع ذلك نحن حققنا الفعل الإجهاضي أستاذ عمر لما يلقي الدكتور الشريف الكرة في ملعب السياسة هنا نتساءل البعض يعزوا ما أسميناه هجمات الغفلة إلى سحب القطعات الأمنية من المناطق الساخنة والقواطع الشاغرة أسأل حضرتك هل هناك فيتو سياسي ضد أي عملية عملية ملاحقة للإرهابيين يعني إذا كان مثل هذا الفيتو السياسي فهو خيان للوطن والشعب فيما لو كان مثل هذا الموضوع من واجب كل مواطن عراقي ومن واجب كل السياسيين والأحزاب والحركات أن يكون لها دور كبير في مكافعة هذا التنظيم الإرهابي لكوننا رأينا بأن نار الفتنة الطائفية التي أحرقت الأخضر واليابس قد يعني ربما سوف تحرق العراق بأكمله لا سامح الله في حال لو كان هناك أي رجوع جديد لهذا التنظيم نحن لا نعول كثيرا على أن تكون هناك مناكفات سياسية أعتقد بأنه كلما خفضت مثل هذه المناكفات كلما انخفض صوت الجماعات المتطرفة لأنهم يجدون بمثل هذه المناكفات بمثابة المسارات التي هي تتخذها مثل هؤلاء الإرهابيين من أجل الولوج إلى عمق الأهداف النوعية إذا رأيت ورجعنا بفلاشباك إلى الوراء ستجد بأن استراتيجية التنظيم هي مبنية بشكل كامل على خلق الأزمات أي بما معنى إذا كان هناك أي نوع من المشاكل السياسية تجد بأن عمل التنظيم هو يبدأ بالازدياد ويكون فاعل شيئا إذا نحن بأمس الحاجة في هذه المرحلة بالتحديد لأن نقيم ونعيد الثقة بمصادر صنع القرار السياسي والمواطن وأن يكون هناك نوع من الإعلام الداعم لكل الأجهزة الأمنية وأن لا نستهين بقدرات الجهاز المخابرات العراقي أو الأمن الوطني أو الحشل الشعبي وخصوصا في تلك العمليات التي ألقي القبض على أخطر القيادات الداعشية وهو عبدالله قرداش وأعتقد أننا سوف نكون بحاجة إلى أن يكون هناك تعاون حقيقي ما بين المواطن العراقي والأجهزة الأمنية على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة عندما تذهب إلى إعلاء شأن المعلومة وتقلل من القدرة من باب إعمل ودع أسمت ودع عمل لك يتكلم أنا أشكرك شكرا جزيلا على أستاذ عمار الناصر الكاتب وسياسي المستقل رافقتنا في الملفين وشكر الكثير لحضرتك الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني أفريك الحوار في هذا الملف وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة لقاءنا في غد يتجدد بمشيئتي تعالى في أمان الله